حالوا بقى نروح لإيه؟ للبداية الرسمية للحوار الوطني حضراتكم طبعا خلاص عارفين الحوار الوطني في مصر واللي وجه بيه فخمة رئيس الجمهورية بيترقس مجلس الأمناء لأستاذ دياء رشوان عندنا مجلس أمناء من 19 اسم هيعملوا يعني منسق العام أستاذ دياء وعندنا 19 اسم هما مجلس الأمناء طيب مجلس الأمناء موجود بشكل الحقيقة تشكيل أكتر من رائع تشكيل بيعكس مهنية بيعكس اختلافات وجهات النظر الرؤى بيعكس الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة بيعكس طبيقة بيعكس كمان فكرة التمثيل النقابي إلى آخره تشكيلة كبيرة جدا جدا من الشخصيات الرائعة جدا في مجملها بل وفي تفصيلها أيضا مهم جدا إن إحنا نبدأ نتابع طيب يوم الثلاثة الجاي تبدأ الجلسة الأولى بس جلسة إيه بقى؟ اللي هي اجتماع مجلس الأمناء يوم الثلاثة إن شاء الله هيبقى خمسة سبعة خمسة يوليو تعرفين النهار دا البيان مش كده؟ ثلاثة يوليو البيان البيان اللي كان فيه خارطة طريق أنقذت مصر الله العظيم وحطتنا في هذا الموقع الآن هرجعك على خمسة سبعة اللي جاي في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هيبقى فيه الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وبالمناسبة تقدر أنه تعتبر دا وفاء بما سبق إعلانه بأنه أولى جلسات الحوار الوطني تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو ووضح المنصق العام للحوار الوطني أستاذ دياء رشوان نقيب الصحفيظ ورئيس هائل وطنية الاستعلمات انعقاد مجلس الأمنة هو البداية الرسمية لأعمال وفاعليات الحوار الوطني واللي هينظر فيها مجلس الأمنة خلال جلسته فيه تفاصيل وموعيد ويبدأ يتخذ أيضا القرارات اللازمة بهذا الشأن ويبدأ من بعد ذلك يعلن للرأي العامة ووصلوا إليه فيبدأ يحصل إيه محتى من كلمنا الحوار الوطني يحصل تفاعل مع هذا الحوار مشاركة مع هذا أو في هذا الحوار بكل الوسائل المباشرة والإلكترونية يعلن الأستاذ دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني إنه تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فهيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية إن شاء الله بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن ليه؟ طب انتهى البساطة عشان يتم إعلان ما جاء في هذا الاجتماع حوار وطني يصبح من حق المواطن أنه يعرف التفاصيل ده حق في المعرفة حق في المتابعة الفورية حق في المتابعة بمنتهى الشفافية لكل ما يأتي في هذا الحوار فيصبح حقا مكفولا للرأي العام شوف الجملة اللي قلت لك كده حقا مكفولا للرأي العام طوال مجريات وفعليات الحوار الوطني شوفوا يا سادة يا كرام طيب أتفك معاكم كلمتين بقى واعتدل في جلسته ثم أخذ يفكر ويفكر لا الحكاية مش محتاجة تفكير طويل مني لأن المسألة بالناس بالي مسألة يعني طالما فكرت فيها أنا راجل ربنا سبحانه وتعالى أسعدني بأم وأب اللي اتنين شرفة جدا جدا إلى أبعد الحدود أمي وابويا اللي اتنين لم ينشغلوا على الإطلاق بجامع أبوال خالص خالص هم انشغلوا بتربيتنا وبنظن أن احنا تربينا كويس وأنا أعتقد أن احنا تربينا كويس لأن احنا عندنا مبادئ رئيسية وقيم بجد والله بكلمكم بجد من الشكر فينا طيب وفي نفس الوقت تعلمونا كويس جزء من الحظ الجيد والسعيد أن احنا الأربعة طلعنا محظوظين وإحنا أربعة غير أشقاء بالمناسبة ودي جوزء من الفطفان الحظ اللي احنا فيه خلانا اتربينا في وسط أعمدة وأساطين عارفين يعني أساطين جمع وقسطون القسطون هو العمود الرئيسي للمبنى الضخم والمهول ما بين أعمدة وأساطين خد بالك بقى المعارضة المصرية لعهود يعني ايه لعهود يعني احنا بالحظ بحكم ان احنا ولاد مصطفى وتحية اتربينا في وسط أكبر كتاب عرفتهم مصر والوطن العربي سواء اذا كانوا بقى كتاب بالمعنى الأدبي وده بقى شعر كتاب مقالات وتحليل سياسي اقتصادي رجال صنعوا أحزاب رجال شاركوا في حركات سياسية شديدة الأهمية بما فيها بعض من الضباط الأحرار فطلعنا معارضين بالميلاد اه ده كلمة بجد طلعنا شاربين معارضة طلعنا ما بيعجبناش العجب طلعنا بنطلع القطة الفاتصة في اي حاجة مش من باب الهدن خالص برضو ده احنا ما تربيناش عليه احنا تربينا على ان احنا ننظر بدقة شديدة وبحس في التفاصيل بشكل أبعد من كلمة الدقة تفاصيل التفاصيل حلو؟ وانا مستعد ألعب معاكو لعبة قولي اي ثلاث جمل وانا أفندها لك من اول مرة سمعها مشاش انا شطور بس اتدربت على كده واقول لك المقصود ايه والرجل ده غمس بعينه كده وقال كده وفلانا عملت مش عارف ايه وقال ترتان قال كا كويس؟ ممكن تبقى عب بتكتب وانا سمع كل اللي حوالي ماشي؟ اتدربنا على المعارضة او تولدنا جوه المعارضة بس اتربينا سياسة كويس قوي قوي واتربنا ان احنا نقرى كتير قوي وبحكم ان هم استثمروا في تعليمنا فاطلعنا بنطق لغة واتنين غير العرب فبقينا متطلعين لو صح التعبير وعيشنا في وسط معارضة الملك فاروق معارضة عبد الناصر معارضة السادات معارضة اخ مبارك بالتأكيد معارضة مرسي وان كان ابويا معصرش مرسي وده من رحمة ربنا به يعني وكنا دايما كعائلة جوه مربع المعارضة كأصدقائنا جوه مربع المعارضة اسهل حاجة في الدنيا اسهل حاجة خد بالك اوعى تفتكر ان المعارضة صعبة معارضة سهلة صعوبتها في المواجهة بس فاحنا اتعلمنا المواجهة فارق معانا حاجة يعني ناس شايفة ابوها وامها اه بيترفدوا وبيتسجنوا اه مش عارب وبيعتقلوا اه عادي يعني هي لا يقصر اقول فارق حاجة زي ما تيجي تيجي الارزاق على الله زي ما بيتقال ما عنديش اي شيء يدفعني على الاطلاق ان انا اقولك مش بقى اسيم مربع المعارضة ان انا احافظ احافظ على مواقفي المبنية على المبادئ ولكن ان انا بقى شايف بالعينتين مش بعين وحدة وعلشان كده هتلاقي ان البعض يجي يقولك مثلا هو يوزب غير مواقفه لا وبالمناسبة هو تغيير الموقف لا عيبة فيه واللي علمك وفاهمك انه تغيير الموقف عيبة قبل تغيير المبدأ عيبة في مفكر سياسي كبير جدا الله يرحمه اسمه لطفي واكد ياساري مع لابو سبور يا روز سيد لطفي واكد رحمة الله عليه ده راجل ياساري قح ومفكر مهم وكاتب مهم قوي الله يرحمه الرجل ده كان من مربع معارضة جمال عبد الناصر ثم غير من مواقفه فصار من اكتر الناس المؤيدة المؤمنة بجمال عبد الناصر هو كده لطفي واكد غير مبادئه ولا غير موقفه لا لطفي واكد لم يغير مبادئه على الاطلاق وانما غير من موقفه عندما اقتنع في داخله وفي قرارة نفسه بان عبد الناصر صح اللي علمني علمني ياسار اللي بل شيفني كده زي ما نقول لا يرحمه يا رب الأستاذ مصطفى طيبة كان معتقل ثم ساجين أيام عبد الناصر وخرج 64 وبيحب عبد الناصر جدا ورأيه انه عبد الناصر ده زعيم عظيم ماشي هل غير مصطفى طيبة مبادئه لا عنده موقف من طريقة جمال وارد هل ده معنى ان يعادي جمال لا ماشي طيب غيرت موقفك آه يا فن آه غيرت أولا هو انت شريكي معلش أنا آسف اتنين هو انت هتعلمني الأدب أنا آسف برضو معلش تستحمل ثلاث أنا مؤدب وتغيير موقفي لا فيه ما فيهوش عيبة أنا موقفي بإن أنا أبقى واقف في مربع المعارضة في تجاه أنظمة أراها غاشمة مستبدة ظالمة مش معناه إن أنا لما شوف الحاجة الحلوة في نظام طول الوقت بيفكر في مصلحة المواطن ما أنا راجل عليش يا جماعة اسمحولي ونبالله يخليكم مركسي يعني تنظيم أحمر يعني حلو ده جزء من مصرحتي مع حضرتك ما فيش حاجة تشغلني سياسيا واقتصاديا غير مصلحة الغلابة قولي حاجة واحدة حصلت في مصر من تلاتين ستة لحد اللحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها دي ما كانتش بتصمت مصلحة الغلابة وقوعة تسيب حد يضحك عليك ويقولك والأسعار الأسعار دي زادت عليك أنت لوحدك ولا زادت على الدنيا يا منصف يا محترم يا عائل هي زادت على الدنيا وهي زادت عندك أنت زي ما زادت على الدنيا لا أقل بكتير الدنيا السعر فيها اضارة فاربعة وخمسة انت هنا السعر عندك زاد له عشرين ثلاثين في المائة تروح جاية الدولة بمؤسساتها المختلفة تقللك العشرين ثلاثين في المائة في إطار مبادرات وفي إطار منافس بيع وما إلى ذلك إلى أن تنزح غمة الحرب إلى أن تنزح غمة الأزمة الاقتصادية العالمية فلأنا عايز أقوله لك الحوار الوطني ده حوار جاد وحقيقي والهدف منه هو فاعلية إنتاجه فاعلية هذا المنتوج ده الغرض والأساس من إطلاقه له حوار شكلي ولا حوار ديكور ولا أي حاجة ما كنتش هتشوف الأسماء اللي أنت شايفها في مجلس الأمانة وما كنتش هتشوف الأسماء التي تمت دعوتها لهذا الحوار سواء إذا كانوا من الداخل أو من الخارج وعلى رأي الرئيس إلا فصيل واحد أظن مفهومة وإحنا هنقول للإخوان تعالوا إخوان إيه يجوا ده في الماء مش مش لا ده المش مش بيطلع في اللهلوبيا في صمرة اسمها اللهلوبيا أول ما اللهلوبيا تنبت الإخوان إن شاء الله يبقوا يشاركوا في الحوار الوطني ترجمة نانسي قنقر